بالتقرير الطبي الأسبوعي نختتم أخبار الدارة فالسامرة تعتمد بكافة أنشطتها وحركتها ووزنها اعتماداً أساسياً على القدم التي تعتبر ركزة له والآلة المحركة لجميع أجزائه تعتبر مشاكل القدمين من أكثر المشاكل الصحية العميقة المعيقة للحركة وخاصة التهاب مجموعة الأوتار المسطحة الموجودة في باطن القدم والتهاب الأنسجة المحيطة بها إلى التفاصيل يتجهل كثير من الناس العلامات المبكرة لالتهاب اللفافة الأخمصية أو التهاب الرباط الأخمصي ذلك النسيج الذي فيه الممتد من سطح السفلي للقدم من الكعب وحتى أصابع القدم والذي يعمل على توزيع الوزن على القدم أثناء المشي ولأسباب متعددة يلتهب هذا الرباط ويؤدي إلى ألام في أسفل القدم أو ألام الكعب وكثير منه لا يعرف أن في كل ميل يمشيه الإنسان يضع ستين طنا من الضغط على كل قدم ما يؤدي إلى ظهور هذه المشاكل في القدمين وإلى هذه الألام في الكعبين ألم الكعب هو عبارة عن التهاب اللفافة الأخمصية في القدم أو إحنا حتى نقربها للمراجع أن نسميه التهاب باطن القدم السبب الحقيقي للألام هو أنه هذه اللفافة التي تتكون من مجموعة من الألياف والفايبرز التي تلتصق في منتصف الكعب هذه ممكن أنه تلتهب هو ليس التهاب جرثومي وإنما تلتهب نتيجة تشققات الصير في منطقة التقاء اللفافة مع منتصف الكعب هذه التشققات ممكن أن تسبب آلام المراجع أو المراجعة يجي يقول الدكتور الصبح من أقعد أحس ما أقدر أضغط على الأرض أحس الكعب الذيني وورا خطوتين أو أربع خطوات خمس خطوات أو وورا فترة الألم يروح لقد أشارت دراسات الطبية إلى أن 85% من آلام القدم سببها لاستخدام سيء للأحذية أو الأحذية الغير مريحة وللوقوف لفترات طويلة وأيضا للوزن الزائد الأسباب الرئيسية الشيء المهم جدا بالتهاب باطن القدم هو أولا الوزن الزائد الوقوف لفترة طويلة والشيء المهم في موضوعنا الذي يحب أن نتطرق له هو لبس الأحذية الخاطئة الأحذية الخاطئة التي نقصد فيها أنه الأحذية التي تكون أرضيتها صلبة البطانة الداخلية مالتها تكون صلبة بحيث تزيد الاحتكاة ما بين الكعب وما بين الأرض أو المشي لفترة طويلة في البيت يعني حافي على البلاط يوصي أطباء وجرحوا العظام بأن يكون العلاج أولا بالخضوع للعلاج الفيزيائي والذي يتم فيه تدليك ما تسمى نقاط الشد العضلي الموجودة بالقدم للحد من الألم وبممارسة تمرين إطالة الأوتار المسطحة للحد من الشد الذي يتسبب في التحميل على الأنسجة المصابة بالالتهب أطليل هذا الألم عن طريق العلاج الطبيعي المستمر داخل البيت لبس الأحذية الجيدة اللي فيها طبعا فيها قوس واللي فيها أرضية خلينا نقول اسفنجية تعمل على امتصاص الصدمة عدم الوقوف لفترة طويلة عدم لبس الكعب العالي أيضا لبس الكعب العالي يؤدي إلى سحب الوتر لفترة طويلة مما يؤدي إلى التهاب باطن القدم ويؤدي إلى نتوء أو شوكة عظمية وكذلك التمارين اللي هو يقوم بها المراجع داخل البيت اللي هو تدليك المنطقة القدم نالك العلاج بالأبر الكورتزون التجاخل الجراحي غير محبذ نهائيا في عمليات رفع الشوكة العظمية وتبقى الوقاية من ألم الكعب هي الهدف والمرتجة عن طريق ممارسة تمارين إطالة الأوتار والحفاظ على الوزن وارتداء الأحذيات الجيدة المحتوية على فرش طبية التقرير الطبي لأخبار الدار